السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم نجلائي الحميدي النهر ده هنعمل مع بعض التوست الفرنسي هنقول مقادير بتاعتنا انا معايا اربع كبيات من الدقيق من المجدة ومعايا رشا من الملحة حطها على الدقيق ومعايا تلات معالق من الحليب البودر من لبن البودر ومعايا معلقة من السكر ومعلاقة من الخال وكله طبعا بنفس المعلقة اللي انت يعتمده بهاو معلقة من الخميرة الفورية وربع كباية من الزيت انا هيخد معايا شوية من المياة وهأخد معايا على الخميرة واخد نص كمية السكر معاها مثلا نص كمية السكر واحط الكمية التانية باقي السكر على الدقيق وهحط بتاع 3-4 معالق من المية. وهحط معلقة من الدقيق. واقلب السكر بالدقيق بالخميرة علشان يتفاعلوا معانا. هجيب بقى معي. انا هسيب الخميرة لما تتفاعل. انا هجيب معي الدقيق. طبعا حطيت عليها السكر الرشا من الملح. هنزل عليها باللبن البدرة. وبعد كده هنزل عليها بالخل. وانزلت انا كمان بالزيت. هاقلبهم هاديهم تقليبة كده بالمعلقة. هنا بعد ما الخميرة تفاعلت هنزل بها على الدقيق. وهقلبها كويس. انا المقدار ده اخد معي في القلب ده. اخد معي قلب واحد. انا عملته قبل كده في اتنين قلب. لما ببقى في اتنين قلب بيكون افضل من القلب الواحد. فاعملوا المقدار ده بالزبط على اتنين قلب. وانا ابتديت اعمل في العجينة. المقدار ده اخد معي بالزبط جماعة. مجه ربع من المجه ده بالتلات اربع مية اللي انا نزلتهم علي الخميرة بالسكر بمعلاقة الدقيق. انا هاخد العجينة من الطبق وهفردها على الرخامة وهفضل اهي اخدت معي مجر رابع بالزبط ده اللي باقي من المجين اه انا هفردها على الرخامة وهفضل اعمل فيها كده جامد رايح جاي زي ما حضرتكم شايفين لمدة عشر دايق علشان العجينة تنعم معي التوست بياخد عجينة بالشكل زي ما حضرتكم شايفين انا تقريبا طلع لعضلات من الحركات ديت تمام وهتعجينيها كويس لحد ما تنعم معانا وهنحطها في القلب اه بتاعنا دلوقتي وابتدت العجينة هتلم معانا هسيبها هنا اه تخمر تاني وهاشوفها اخدت معي وقت قد ايه اخدت معي وقت ربع ساعة بالزبط زي ما حرككم شايفينها كده انا ههبطها وهرجع افردها تاني على رخامة والامها وحطها في القلب وشايفينها عاملة ازاي نعمة جدا اهيا من العجن فيها افردها كده وهلمها هلمها بالشكل ده زي ما حضرتكم شايفين وعلشان نحطها في القلب بتاعها انتو ممكن بقى تقسموها نصين وتحطوها في اتنين قلب انا الصراحة الحقيقة عايز اقول لكم انه لما بتتحط في اتنين قلب بتكون احسن لكن كده طلعت معي عالية جدا وكبيرة فلما تحط المقدار ده في اتنين قلب بيكون افضل جدا وانا هسيبها اه خمستاشر دقيقة او لحد ما تاخد معي انا هسيبتها اخدت معي خمستاشر دقيقة لحد ما تخمر وهندخلها الفرد هسيبها تخمر وههرها لحضراتكم تاني وهي كده اخدت معاي ناوات بالزبط اخدت اخدت معي خمستاشر دقيقة لحد ما خمرت بالشكل ده. انا ادخلها الفرن على درجة حرارة مية وتمانين. دخلتها الفرن انا على درجة حرارة مية وتمانين. اخدت معي تلاتين دقيقة بالزبط. وانا بقيت ادهنها بلبن كده وهي في الفرن من على الوش ما حطيتش بيد ولا حطيت على اي حاجة. وده شكلها الجميل زي ما حضراتكم شايفين بقيت كل وقت والتاني. افتح الفرن وادهن وشها بلبن. واخدت معي اللون الجميل ده. وهنقطعها مع بعض. ورقة الزبط اهيا اللي انا كنت احطوها في القلب. جميل زي ما حضراتكم شايفين. مستوية وطرية جدا من جوه وهنبتدي نقطعها مع بعض. شايفين طرية ازاي اهي بالزبط زي التوست اللي بنجيبه مبارا وجميلة. نيب جبنة بشوكولاتة بمربة اه وهتدي للاولادك في المدارس. ولو اول مرة بقى حد اكتظر القناة من تسفضلك ما تنسيش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتنسيش تفعالي علامة الجرس علشان يوصلك كل جديد من القناة. مع تحياتي نجلاء الحميد.